طب إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها في أولمبياد توكيو واشتغلنا عليها عشان نصححها في أولمبياد باريس؟ والله هو يمكن الإعداد بقى أقوى يعني بدأ الاسبوت زي ما بيقوله كده يتسلط على أبطالنا اللي هم فعلا مرشحين زي طبعا ما كنا بنتكلم على أحمد الجندي يمكن أحمد الجندي ما كناش متوقعين قوي أنه هو يحقق مديليا في أولمبياد توكيو ومع ذلك حققها ده معناه أننا كنا فعلا محتاجين اهتمام بأبطال الخميس الحديث وده فعلا حصل السنة دي يعني يمكن مش بس مهند ومش بس أحمد الجندي يمكن ملك اسماعيل وسلم أيمن اللي كنين برضو في منافسات السيدات عليهم صبوت كويس جدا وعليهم اهتمام كبير جدا من الاتحاد المصري للخميس الحديث ومن وزارة الشباب ورياضة ومن لجنة الأولمبية فحقيقة الاهتمام بقى كبير بيهم نفس الكلام في لعبة السلاح يمكن يعني السنة اللي فاتت في توكيو أو الأولمبياد اللي فاتت في توكيو كنا قريبين جدا من نحن نوصل لنص النهائي السنة دي لأ خلاص احنا دلوقتي بنتكلم أن فيه أبطال بيوصلوا لمنصات التتويج العالمية فطبعا الاهتمام زاد يمكن اللي رشح كافتنا شوية في أولمبياد توكيو وجود لعبة الكاراتي احنا طبعا متفوقين دايما في الكاراتي يمكن السنة دي من سوق حظنا النهائية مش موجودة لكن رفع الأسقار رجعت لنا تاني ورجعت لنا بإذن الله زي ما اتكلمنا بمداليا ان شاء الله تكون مضمونة من صورة سمير ومش هي بس يعني يمكن فيه أبطال كتير جدا مشاركين نعمة سعيد كريمة بوكحلة اللي اتنين دول برضو هيكوننا عندهم منافسات قوية لكن اتمنى ان شاء الله ان هما يحصدوا المداليات طيب الشيش حصل فيه كلام كتير الفترة اللي فاتت علاقة دي نابو القاسم ما بقناش عارفين اعتزل ما اعتزلش رجع ما رجعش كمل مش هيكمل لكن الحمد لله هو موجود في البعتة ده مقصر على مستوى ولا لأ وده عمل قلق في الأوسط الرياضية بالنسبة للسلاح الشيش ولا لأ والله هو يمكن على أول قاسم فعلا زي ما حضرتك ذكرتي الاول اعتزل قال حيمسك منصب إداري في الاتحاد بعد كده رجع تاني يشارك بصراحة عودته هي يعني مفيدة للمنتخب قد ما تكون مفيدة ليه كفرد بمعنى ان احنا عندنا فهم نفسات السلاح بتكون مقسومة لنصين فردي وفرق الفردي يمكن احنا عندنا محمد حمزة برضو مشارك في منافسات الفردي وده لعب ما شاء الله وعد جدا والحمد لله قدر يحقق قبل كده زهبية كاس العالم فالحقيقة احنا في منافسات الفردي متفوقين من جانب محمد حمزة يمكن في منافسات الفرق علاءة دينا بالقاسم حيفرق معنا جدا ان احنا بنتكلم على يعني لعب يكون موجود يساعد مع محمد حمزة بإذن الله في منافسات الفرق سواء هو سواء عبد الرحمن طلبة برضو موجود فالحقيقة يعني ورجوع علاءة دينا بالقاسم اللي اعتزال هو يفيد المنتخب قد ما نقول ان احنا عملنا زي ما تقول زبزبة او اتراب شوية في وسط سلاح الشيش لكن الحقيقة هو رجوعه بصراحة يفيد المنتخب بإذن الله ويساعد بإذن الله محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة زميله ان هو بإذن الله انحقق المديلة الزهبية على صعيد الفرق كمان اشتركوا في القناة